السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامج فنون تربوية ومع الحلقة رقم 22 وهي بعنوان مخاطر التدليل الزائد للأبناء جينا المشكلة موجودة في كتير من البيوت في ناس للأسف بتضرب قصوة زيدة وفي ناس بتدلع دلع زيادة أو تدلل تدليل زيادة دلع مرق فما بين يعني القصوة الزائدة والتدليل الزائد اللي اتنين إكستريم اللي اتنين تطرف إيجابي اللي اتنين يعني مؤذيين لنفسية الأطفال اللي اتنين يطلعون شخصيات عندها مشاكل نفسية عديدة جداً جداً طيب بس أنا بحب أولادي يا دكتور حبيهم أنا عملكت عملك حلقة بعنوان فن التربية بالحب وقلت الحب ده أحسن دواء وبيعالج مشكلات وبيربي أحسن تربية وبيدي يعني بناء نفسي قوي وما شابه يعني أيها بس دلالة بتقول ما تدلعش الأولاد أيها بس في فرق أنا بقولك بين الحب والدلع طب إيه الفرق الدلع أو التدليل الزايد ده اللي هو إنك بتشبع كل رغبات الطفل إجباعاً فورياً دون ما تأجيل فما تدربوش على إرجاء الإجباع ولا تأجيل الرغبة فبالتالي كل حاجة هو عايزها عايزها ياخدها في وقتها على طول يعني وفي نفس الوقت إنك ما بتمنعش الطفل عن سلوك غلط ما بتمنعش إن يضرب ده أو يعمل ده أصدق يلبي لعابه سيبيهم لا طبعاً ده اسمه دلع زيادة يعني لإنه بعد كده حيفتري لإنه من أمن العقوبة أساء الأدب يعني وقال يا فرعوناً فرعانك ما لإيش حد يلمني بهذا الشكل يعني وما عقبتوش على أي خطأ خالص يبقى ده التليل الزايد إن أشبعت كل رغباته ما قفتوش عن سلوك غلط وما عقبتوش على أي حاجة غلط فبالتالي بيطلع هو حسس إن الدنيا ملكه حسس إنه ممكن أعمل أي حاجة يطلع مفتري يطلع ظالم يطلع عدواني يطلع عنده مشاكل كتير جداً لإنه اتعود إنه ما فيش قواعد ما فيش توزيع أدوار هم الدلع قوي يعني بهذا الشكل طيب يعني إيه اللي ممكن يخلي أب و أمهم عارفين إنه التديل الزايد أو الدلع الزايدة ده ممكن فعلاً يفسد أكتر مما يصلح يعني في أسباب لا شعورية أسباب شعورية يعني إيه لا شعورية يعني لا وعية يعني أسباب هم مش واحدين بالهم منها يعني يعني إنه آه ضربت و أنا صغير فبالتالي إيه لازم أعوض الولد بقى بحنية زايدة الحنية تاني غير الدلع الحنية خليك حنين على قد ما تقدر ما فيش مشكلة يعني و أدي له حب زي من أوكي زي أدي له حب زي من أنت عايز لكن الدلع ده زي ما قلت لك الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم يعني فده في منطق الخطأ يعني عليه يعني فلإنه ضربت قوي فاتعوض يعني هو ده غلط وده غلط اللي أتنين زي ما قلتلك تطرف إيه سالب يعني حتى مفيش حاجة موجابة يعني في أم تيجي تقول لي والله يا دكتور ما عليش أنا عارفة إن أنا دلعته لإنه بصراحة طفل وحيد يعني طفل وحيد و هو اللي طلعت به من الدنيا وبصراحة يعني بخاف إن أنا عنه أي رغبة يعني هنا بتأذيها ستة هنا بتقتليه نفسيا هنا بتدمريه شخصيا لانه علشان طفل وحيد وبتحافظه على علاقكم وعلى خوفكم وعلى انه ممكن حصل له حاجة فبتدلعه دلازق ده يعني ممكن يطلع يعمل كل البلاو اللي انا هقول لحظتك عليها دلوقتي يعني طيب ممكن ام او اب يجي يقولك اصو ايه انا عندي خمس اولاد وهو الولد الوحيد اللي فيهم يعني فديك البرابر فده يعني الكنج فده لازم يتدلع بقى ده ولد على بنات طبعا دي مصيبة او انه عندي خمس اولاد زكور وبعدين دي البنت البنت بقى دلعت بقى وحبيبت ابوهما والبنت بقى يعني ايه لازم تتدلع شوية وبتاع في فرق ما بين ان البنت بقى في حنية عليها شو تطلع حنينة وفيهم ان انا ادلعها يعني طيب في ابو ام تانين يقولك والله الدكتور من صغره هو عيان وطالما عيان بيطلب اي حاجة ياخده وبنخاف نضربه او انا قلت الضرب غلط في الحلقة اللي فاتت لا اصلا بنخاف نمنع انه اي حاجة بسرعة اي حاجة بيطلبها اهله على طبق اصلا ممكن عيطه يصوت وده بيئزيه اه وهو ضغط علينا بالقصة دي بعد كده يعني لا ما ينفعش يعني حد يجي يقول لي اصله طفل اخير واخر اللي عن قد سكر معقود وبالتالي يعني ايه لازم ادلعه بهذا الشكل وحد تاني يقول لي والله اصله جلنا على كبر يعني فيعني جلنا على كبر فاحنا بصراحة يعني بنحبه قوي وطفل تاني يقول لك اصلا عليش والله اصله يتيم فيعني ما هو علشان يتيمته متكسر شخصيته ازيته اول واخر يعني ما ازي اول واخر يعني طبعا ما نفعش يعني وحد يقول لك والله يبص يا دكتور انا ما عنديش الاسباب دي كلها انا اساسا دلعته جامد لانه بصراح احنا كنا محرومين واحنا صغيرين فانا بحاول بص عوض له كل الحاجات لرجة ان فيه يعني اب كان يقول لي انا قبل ما اجيب اللعب العب بها من الاول وكأنه بيشبع الرغبة اللي لم تشبع عنده في الطفولة يعني وكأنه بيشبع رغباته عن طريق طفله يعني بنقل رغباته ويسقطها على طفله فبالتالي بيجيب له كل الحاجات اللي هو كان محروم منها يعني وكأنه بيعوض يعني وكأنه بيصلع غلطة الاب الاولى ما انت بتغلط غلطة تانية بهذا الشكل يعني لان انت بعد كده هتخلي كل حاجة الدنيا ملكه فمش هتخلي عنده قدرة على تأجيل اجباع او ارجاء رغبة فكل حاجة عايزها دلوقتي فورا لابن العصفور تلاتة بالليل انزل هاتلي حاجات وانتوا في اي مكان عنده ضيوف مش عارف مكان ما يسمعش فيش قواعد بقى مفيش قوانين مفيش اشارة حمرة كله مسموحات مفيش حاجة اسمها ايه ممنوعات تماما يعني طبعا الحقيقة انه من مخاطر التديل الزايد بيخلي الطفل اعتمادي اعتمادي على الاخرين يعني اصلا بادلعو دلعزها ده بصراحة يعني بجوله كل حاجة هو قاعد وبحلو الواجب احيانا وبعمله كل حاجة طبعا هيطلع اعتمادي اعتمادي على الاخرين وبعد كده اعتمادي على زميله وبعد كده اعتمادي على زوجته وبعد كده اعتمادي على مادة مخدرة لانه شخصية اعتمادية فشخصيات الشخصات الاعتمادية مستهدفة للتعاطي. يعني هنتكلم في المسألة دي. في طفل متدلع قوي لدرجة انه ما بيتحملش اي مسئولية على الاطلاق. اخواته هم اللي بيرتبو الحاجات. وهم اللي بيروقوه. هم اللي بنزلو جيبو الحاجات. وهم اللي بعملو كذا. انما هو ده لا. يعني ده. يعني متدلع. اتدلع بتاعة البيت. فما تحملش اي مسئولية على الاطلاق. هيطلع طول عمره. ما تحملش مسئولية. لدرجة انه هيتجوز ويبقى طلاق. بنت اولا. لانها متحملتش مسئولية لان ماما كانت بتدلها على طول وكانت هي اللي بتطبخ وها اللي بتغسله اللي بتكنس وبتاقي كان على ايه ايه ديها ورجليها نقش الحنة واعدة بقى على جنب كده وبتاعم تعملش حاجة خالصة اصدل العروسة يعني بتاعتنا وانت بتأذيها لانه بعد كده زوجها مش هيكون يعني لا لا ده هو عايز حد يبقى مسئول وحيدي يقوم بواجبات ومشابه يعني. الطفل اللي بتدلع دلع الزياد يبقى اقناني لانه كل اللي حاجة عايزها ومش ما عندش قدرة على العطاء ما عندش قدرة حتى على الحب ما عندش قدرة على انه يستغنى عن رغبة تماما يعني وبتمركز حوالين الام ولانه بتمركز حوالين الام بعد كده ام كتتمركز حوالين الذات يعني فبيبقى يعني ايه ابن امه وبعد كده يكبر ويتجوز ويبقى ابن امه او تبقى بنت امها فتتجوز وتبقى ما زالت بنت امها. واكله وشربه من خلال تليفون من خلال امه. فبالتالي هنا بيبقى. انا هم متجوزوا كل ما تجوز اهل كده يعني. تمام? بيبقى الطفل بتاعنا فوضوي لانه ما عندوش نظام. ما عندوش نظام يعني. اقول لك والله يا بص بقى انا اسيب العمال في الشغل ييجوا براحتهم ويعملوا براحتهم. الشركة هتتقفل يعني هتختخرب يعني. ده ده مدير فوضوي يعني. بص بقى انا اساسا رجل المرور بس سيبك انت. يعني زي دي للناس حرية دلعهم بقى خليهم يمشوا براحتهم يعني خبطوا ببعض انكسروا بعض. وهيبقى في ازا يعني فالطفل هتدلل تدليل زيادة هيبقى زي كده. فهيبقى في فوضاوية في حياته وما فيش اي ترتيب لأي حاجة في حياته حتى لما يكبر يعني. وهيبقى عنيد لانه مش هيقدر يحقق لك اللي انت عايزه فدائما هيقول لك لأ يعني وهيبقى عصبي لو حصل عليه ضغط من اي سبب يعني شوية مذاكرة زيادة او مثلا ان اصحابه خدوا منه حاجة او بتاع او اتظلم مر حيبقى دايما ايه عصبي يعني ومش هيبقى عنده قدرة لتحمل الضغوط على الاطلاق. وهيبقى دايما كده في حياته ليه اساليب هروبية. بالنوم اساليب هروبية ياخد الحاجة ومرجحهاش. اساليب هروبية بالتدخين. اساليب هروبية بالمخدرات. اساليب هروبية انه يسيب بيت الزوجية. اساليب هروبية انها ما تعملش حاجة في البيت خالص. واختارها انه ممكن فعلا يعتمد على مادة مخدرة. علشان يهرب من الواقع. علشان يهرب من الضغوط. علشان يهرب من مشكلة في السنوي عام. يعني انه كان فيه مشكلة عاطفية وتصدم. فهرب في المخدرات. انه كان فيه مشكلة بين الاب والام. هرب في المخدرات. انه كان حسس انه ما عندوش قدرة على فاكر انت لو هو طفل. وبقولك ما عندوش قدرة على ارجاء الاشباع ولا تأجيل الرغبة ولا تحمل ولا الصبر ولا تحمل قدر بسيط من الاحباط ودي حاجات طبيعي انها لازم تكون موجودة علشان يقدر يتحمل ضغوط الحياة انما يطلع الشخصية رخوة مع اقل مشكلة خد السجارة دي خد السجارة الملغمة دي بحشيش هتنسيك وهتنسيك كل مشاكلك وبالتالي التديل الزايد هتسبب كل المشكلات دي وصولها من الى طاعة المخدرات للأسف انتهت حلقتي مع حضراتكم شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته